اشتركوا في القناة في الفرام ولدي النقطة A هنا نريد بعد النقطة A عن المستوي B دائما طلاب البعد هو المسقط القائم لذلك البعد هو طول العمود النازل من النقطة A على المستوي B من النزل العمود من النقطة A على المستوي B فيقطع المستوي مثلا في النقطة A طول العمود النازل من A على B هو البعد لذلك رح ارمز له بالرمز D A P بعد A عن B واللي هي طول القطع المستقيم A A فتحة طبعا A فتحة عمودي على المستوي طول العمود النازل من النقطة على المستوي هو بعد نقطة عن المستوي إذن هو طول العمود النازل من النقطة على المستوي هو بعد النقطة عن المستوي A فتحة هي المسقط القائم كيف يعني المسقط القائم العمود النازل من A على المستوي وين قطع B في A فتحة هاي اسمها المسقط القائم طول القطع المستقيم A فتحة هذا الطول العمود هو البعد كيف بدنا نحسب هذا البعد في الفضاء المحدث بالمعلم المتجانس في الفضاء المحدث بالمعلم المتجانس المعادل المستوي إلى معادلته والنقطة لها إحداثياتها لذلك نحسب بعد نقطة عن مستوي من خلال المبرهني التالي المبرهني رح تعطينا قانون أقول بعد النقطة M0 اللي إحداثياتها X0 Y0 Z0 ما بيأثر هاي التسمي سميناها بدل A M0 بعد النقطة M0 عن المستوي P اللي معادلته AX زائد BY زائد C Z زائد D يساوي 0 بعد النقطة M0 عن B يعطى بالقانون D M0 B D M0 B والذي يساوي معادلة المستوي بالقيمة المطلقة AX0 زائد BY 0 زائد C Z زائد D عندما تكون معادلة مستوي بهذا الشكل حصريا جميع الحدود في الطرف الإيسر أضع معادلة المستوي بالقيمة المطلقة على تحت الجذر طويلة النظم مربع أمثال X زائد مربع أمثال Y زائد مربع أمثال Z جذر A مربع زائد B مربع زائد C مربع والإكس بعوضها بإكسات النقطة والواي بوايات النقطة والزد بزدات النقطة القيمة العددية اللي أنا بدي أحصل عليها هي بتمثل البعد إذن أقول بعد النقطة M0 لإحداثياتها X0 Y0 Z0 على المستوي P اللي معادلة AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي صفر ويعطى بالقانون DM0B والتي تساوي AX0 زائد BY0 زائد CZ زائد D على تحت الجذر A مربع زائد B مربع زائد C مربع على سبيل المثال احسب بعد النقطة A اللي هي 312 عن المستوي P 4X ناقص 12Y زائد 3Z زائد 7 يساوي الصفر مباشرة طلاب بكتاب القانون قول DAP DAP والتي تساوي معادلة المستوي بالقيم المطلقة على تحت الجذر A مربع زائد B مربع زائد C مربع يعني هذا القانون أنا بدي عوضوهون لاحظ X0 Y0 Z0 هنه إحداثيات النقطة والABC هنه الأمثال لمركبات النظم 4 ناقص 12 تلاتي 4 ناقص 12 تلاتي راح عوض بيصير معي 4 ضرب 3 4 3 ناقص 12 بيصير معي زائد 3 بيصير معي جدات عوض هاتنين زائد 7 كله بالقيم المطلقة على تحت الجذر 4 للتربيع زائد ناقص 12 للتربيع زائد 7 للتربيع والتي تساوي عمليات حسابي مو أكثر 4 ضرب 3 12 لا تنسى القيم المطلقة 12 ضرب 1 ناقص 12 زائد 6 زائد 7 على تحت الجذر 4 للتربيع 16 12 للتربيع أو ناقص 12 للتربيع 144 7 للتربيع أفوا عون 16 تماما هنا الزد أو أمثال الزد هنا ثلاثي تنتبه أثناء النظر في نقل المركبات إذن ثلاثي هون ثلاثي للتربيع والتي تساوي التسعة 12 ناقص 12 صفر 6 زائد 7 13 بالقيم المطلقة 13 بالقيم المطلقة على جذر 16 زائد 144 160 زائد 9 169 جذر 169 قديش 13 صار عندي 13 بالقيم المطلقة هي 13 والجذر 169 13 13 على 13 فيكون الجواب 1 ويكون بعد النقطة أي عن هذا المستوى تساوي العدد 1 دائما البعد لازم يطلع معك قيمة موجبة لأن البعد هو مسافة إذن بعد نقطة عن مستوى له قانون هذا القانون نطبقه بهذا الشكل فأحصل على بعد نقطة عن مستوى أيضاً لدي المثال التالي يقول المثال بيّن أن المستويين متوازيين ثم أوجد البعد بينهما لدي المستوى بي 1 معادلة 4X ناقص 2Y ناقص Z زائد 7 يساوي 0 والمستوى بي 2 معادلة 8X ناقص 4Y ناقص 2Z زائد 15 يساوي 0 أثبت أن المستويين متوازيين متى يتوازي مستويين لما يكون النظمين مرتبطين خطياً نوجد الشواع النظم لكل مستوي ثم نثبت الارتباط الخطي الان 1 هو 4 ناقص 2-1 الان 2 8-4 2 انظر 8 نتجة عن 4 بالضرب 2 الناقص 4 نتجة عن الناقص 2 بالضرب 2 الناقص 2 نتجة عن الناقص 1 بالضرب 2 يعني ان 2 تساوي ناقص 2 1 2 تساوي 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 هذا يعني ان النظمين مرتبطين خطياً وبالتالي فالمستويين متوازيين معيار التوازي هو الارتباط الخطي للنواضم بعدين طلاب عبيطلب مني البعد بين المستويين المتوازيين كيف احسب البعد بين مستويين متوازيين تخيل تخيل ارض الغرف التي تجلس بها والسقف ارض الغرف التي تجلس بها مع السقف هذين يمثلين المستويين متوازيين كيف احسب البعد بينهما اقول نأخذ نقطة من احد المستويين ثم نحسب بعدها عن المستوي الاخر عشان نتخيل موقف اكتر ان اذا كان في عندي هذا المستوي بي واحد وهذا المستوي بي تنين اريد البعد بينهما نأخذ نقطة ا من المستوي مثلا بي واحد ثم نحسب بعد ا عن المستوي بي تنين ذلك بما ان المستويين متوازيين نأخذ نقطة من احد المستويين مثل ما قلنا وليكون البي واحد ثم نحسب بعدها على المستوي الاخر اللي هو بي تنين من المستوي بي واحد رح نأخذ نقطة النقطة لها اكسات ووايات وزدات كيف بدي نحسب نأخذ احداثياتها طلابنا البي واحد هو معادلة بثلاث مجاهل بدي ثلاثي بتحققها المعادلة نعطي قيمتين كيفيتين لمجهولين ونعوضهما في المعادلة فاحصل على المجهول الثالث يعني منعطي قيمتين من عندنا لل اكس والواي او ال اكس والزد او الواي والزد ثم احصل على المجهول الثالث بعد التعويض لذلك طالما القيم كيفية رح نعطي اكس صفر والواي صفر اذا من بي واحد لما اكس يساوي الصفر والواي صفر عوض في معادلة البي واحد صفر ناقل زد زد سبعة يساوي الصفر ومنه الزد يساوي السبعة ومنه قديش قيمة زد قيمة زد تساوي السبعة نعطي قيمتين كيفيتين لمجهولين ثم نعوضهما في معادلة المستعم فنحصل على المجهول الثالث وعليه نحصل على النقطة صفر صفر سبعة احصل على النقطة صفر صفر سبعة الآن احسب بعد النقطة ي عن بي ثنين دي اي بي ثنين معادلة المستوى بي ثنين في القيمة المطلقة على تحت الجذر ا مربع زاد بي مربع زاد سي مربع لاحظة طلاب البي ثنين معادلة 8 اكس ناقص 4 واي ناقص 2 زد زاد خمستاش يساوي الصفر منعوض 8 ب 0 ناقص 4 ب 0 ناقص 2 ب 7 زائد 15 على تحت الجذر 8 للتربيع زائد الناقص 4 للتربيع زائد الناقص 2 للتربيع انظر طبعا 8 ب 0 ناقص 7 ب 0 نعم زائد 14 ناقص 15 على 64 زائد 16 زائد 4 14 ناقص 15 ناقص 1 بالقيمة المطلقة 1 64 و 16 80 84 84 فيكون الجواب 1 على جذر 84 فيكون بعد النقطة أي على المستوى بي 2 هو 1 على جذر 84 هذا هو البعد إذن لحساب البعد بين مستويين متوازيين نأخذ نقطة من أحد المستويين ونحسب بعدها عن المستوي الآخر كيف أخذ النقطة؟ نعطي قيمتين كيفيتين لمجهولين ونعوضهما في معادلة المستوي فأحصل على المجهول الثالث هذا طلابنا ما يتعلق ببعد نقطة عن مستوي بهذا أصل إلى التقييم النهائي لدرسه يقول السؤال احسب بعد النقطة أي 210 عن المستوي بنقطين اللي هو 3x-2y زائد 5z-4 يساوي الصفر في عنا قانون بدنا نطبق عبد الباري محمد ما هو قانون بعد نقطة عن مستوي؟ أريد القانون بصيغته العامية عبد الباري دي اي بي ماذا يساوي؟ الرموز نعم عبد الباري أستاذ بالقيمة المطلقة A ب X0 زائد B ب Y0 زائد C ب Z0 زائد D على تحت الفيزر A مربع زائد B مربع زائد C مربع أحسنت عبد الباري بنعوض X0 Y0 زائد 0 بالنقطة نعم والABC من ستكون مركبات النظم اللي هنه 3 ناقص 2 5 3 ناقص 2 5 يصير معي طلاب هذا هو القانون اللي ذكر لي يا عبد الباري بدنا نعوض فيه يصير عندي 3 ضرب 2 عبعوض X ب X0 اللي هي 2 ناقص 2 ضرب 1 زائد 5 ب 0 نعم زائد أو ناقص 4 ننظر نعوض يدويا مشارك الكل يتابع معي والتي تساوي 3 ب 2 3 ضرب 2 ناقص 2 ب 1 زائد 5 ب 0 ناقص 4 نحسوه بالبسط نحسوه بالبسط 6 ناقص 2 4 ناقص 4 0 على جذر 38 0 على جذر 38 يكون الجواب 0 حسبنا البعد طلاب قام طلاب معنا البعد 0 ماذا تستنتج من هذا الكلام يا عبد الباري هون البعد طلاب أي 0 بعد النقطة ساز منطبقين النقطة منطبق أو النقطة من المستوي أو أحسنت بكلام أدق النقطة تنتمي إلى المستوي إذا نستنتج تنتمي إلى المستوي P شكرا لك عبد الباري شكرا لك